اشتركوا في القناة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام ما زلنا مع سلسلات الكلام عن الموتى وما هي الدليلات في رؤيتهم نارضا هنتكلم عن اجمل رؤية للميت في حالة معينة من افضل الاشياء اللي ممكن اشوفها في رؤية الميت وتكون الرؤية محمودة جدا وده بينعكس على الميت في معنى جيد وبالنسبة للرأي له ايضا معنى جيد ان اشوف الميت اصبح حيا وبالتالي انا لما اشوف الميت اصبح حيا استحيل ان انا اشوفه في حالة سيئة ان مثلا تكون ثياب ممزقة ان وجهه اسود او عابس او غضبان او حزين استحيل فرؤية الميت حي قد يكون هذا الميت معلوم وقد يكون هذا الميت مجهول طيب ايه الفرق ما بين المعلوم والمجهول الميت المعلوم الرؤية تخصه وتخص الرأي الميت المجهول الرؤية تخص الرأي فقط وهو مجهول تخص الميت ازاي وهو مجهول فإذا كان الميت معلوم وشفته حي في هذه الرؤية هذه الرؤية تدل على المكانة العالية إن شاء الله تبارك وتعالى في الأخرة في جزئية عايزة أقولها ممكن ووارد إنها تحصل إن أشوفه حي بس متبهتل شوية هنا تدل أن الرؤية أن هذا الميت يحتاج إلى دفعة تقويه هو في عاقبة بسيطة محتاج يتخطاها وده لن يكون إلا بدعاء وصدقات خلاص كده عشان برضو نبقى ذكرنا كل حاجة رؤية الميت أصبح حيا وهو الأب وشعرت بأن الميت وهو الأب مع إنه أصبح حيا يبكي هنا البكاء يدل على الصرور والفرحة لمين؟ للميت ولأهل بيته وكأن هناك مناسبة سعيدة سوف تحدث لأهل هذه الأسرة أو لأهل هذا الميت وهو يبكي من الفرحة لا يبكي حزنا أن هناك شيء قد يحدث لا 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 وقد يبكي الميت في المنام بعدما أصبح حيا وتكون المعنى خاصة بالميت فقط أن أعماله صالحة قبل مماته وهو فرحان أن أعماله أسعفته في الآخرة تظلنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر